موسيقى السلام عليكم مشاهدين نشرة الثامنة من التلفزة التونسية هذه عنوينها أمام تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية تصاعد شكاوى المستهلك من تدهور مقدورته الشرائية ودعوات لتعديل السوق وتكثيف المراقبة الصيدليات الخاصة والوحدات الصحية العمومية تسجل فقدان أكثر من 500 نوع دوائي وتوضيحات في النشرة من مدير عام الصيدلية المركزية نقص صيانة وتقادم التجهيزات في المنشآت الترفيهية يثير تذمر المواطن ومطالبة بالتدخل العاجل للتهيئة والإصلاح أهلا بكم البداية بمشغل استهلاكي مسألة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خاصة منها الحضر والدواج واللحوم أصبحت تثير قلق المواطن الذي بات غير قادر اليوم على توفير أغلب هذه المواد ما أثر بصفة مباشرة على مقدورته الشرائية أصبحت تونسيون يجمعون اليوم على أن حركة ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية والاستهلاكية تزداد أسبوعيا ومن الصعب إيقافها كميرا الأخبار تجولت في بعض الأسواق بالعاصمة ورصدت أرأى عدد من المواطنين الذين أكدوا ارتفاع أسعار الخضر والدواج والأسماك وهو ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أسعار قادر ترتفع يومين فهمني كما التماطم كما المعدنوس كما البتاتا أضمها قاعدين في تلوع ببارشة زيادة فهمني والمواطن ما عاش قادر بالنسبة للقفة ما عاش قادر هاي البتاتا تشوف فيها كبش وليتها سبعتاشنمية والدنيا كلها غالية مرخص حتشاي حتشاي مرخص دنيا كلها هاك تشوف الدنيا كل تلعب قتل معدنوس هاك بثمانيمائة فرنك شي يعمل لها للاسكالوب ستاشن الف صردين حقها تاو رايب الفين فرنك حقها تاو بلفين هذيك تاو بربعة لف وثمانيمائة مرجان هاذا كيف كيف اثناش وستة رايب تسعاليه فرنك ولا ثمانية لف وستمائة زوالي معاش يخرطي لسوين فوديو ولا وصلت إلى الماكرو ميتين واربعين الف جمعة تعديد هم تريلة هذي المشتوبة فناشن الف وردوتاشن كنا نبيعو فيها قبل غالي برشا الاخلال ناس بيكري قالك ما يتبعش مرتي نحن نحب كنت عندي مليون يتساوك بربعة بخمسة منين مليون مليون عبي كميون حوط والراوح من الخليبة من تونس كل ورغم وفرة المنتوج فإن أقبل المواطن على السلع الغذائية أصبح ضعيفا رغم بعض التخفضات التي أقرتها الدولة في بعض المنتوجات تحديد هوا مش الربح التي يعتبرها المستهلك غير كافية خاصة وسط عدم التزام بعض الباعة بها ما فمش حاجة تبدلت هذي كهو هكو تبركالا نهبتو كالعشرين كالتلاثين كالأربعين نقودو نقصين قاضية ماذا قال بشو نعملو لا 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 يستحيل ما قينش ما قينش قاعد هو هو نفسه هو ما قينش حتى حاجة اللي هي منخفضة وقد انتقد عدد هام من المواطنين ما وصفه بغياب واضح لفرق المراقبة الاقتصادية والمخزونة التعديلية لبعض المواد مساهم في احتكارها من بعض المضاربين للتحكم في أسعارها وفي ظل تنامي ظاهرة الاحتكار والمضاربة وتعدد المخالفات وتنوعها قامت فرق مراقبة اقتصادية من سبع إدارات جهوية للتجارة بحملة إقليمية شملت ثلاث عشرة معتمدية من ولاية المونستير نتابع هي إحدى المخالفات المسجلة خلال حملة إقليمية للمراقبة الاقتصادية بولاية المونستير حملة شارك فيها أحد عشر فريقا من سبع ولايات وهي المونستير وسوسة والمهدية واسفاقس والقيروان وزغوان ونابل العمل الرقابي هذا من شأنه أن يزيد فاعلية ونجاح العمل الرقابي ككل والذي ينصب بإتباعها في إطار سياسة الوزارة لخلق ضغط الرقابي على كافة تقريبا المدخلين الاقتصاديين هذا من شأنه خاصة بالنسبة للمواد التي عندها تمس مباشرة قدرة شرائية للمواد لا تكون منتجات الدواجن واثنين هي مسلزمة لعودة المهرة الثلاثية وثالثا خاصة قطاع السجار المواطنون عبروا بدورهم عن التياح من هذه الحملات التي من شأنها أن تردع المحتكرين وتعدل الأسعار بما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن ونظرا للمقدرة الشرائية المتدهرة للمواطن التونسي ماذا بينا الحملة هذه لا تكون بسيفة ذرفية وتكون متواصلة حتى لا يشعر المحتكرين بالأمان في كل المجالات ثم ناس يستغل في الوضع يجب أن نكثفوا من المراقبة ونحددوا الأسعار معناتها الرقبة هالأسعار بصراحة أنا منش معها لأنه الاحتكار في اللوبيات الكبار ما تنحاش الناس اللي تبيع بالقروه هو يبقونهم بالغلي كيبيع اللي كنت بالغادي شو مش تلزد عمل انتي يجي مواطن عادي يجي بشيخوا حاجة تقوله ما عنديش يجي الثاني تقوله ما عنديش الثاني تقوله ما عنديش الثاني تقوله ما عنديش ما هو يسكروا يروح فما حريض الأسعار ولكن ما تصورشها اليوم تلقاها بسوم وغدوة تلقاها بسوم آخر نحن نطلب تدعيم الاقتصاد هذا بالمراقبة باش النجم المواطن البسيط يعيش بعد القيام بعدد 600 على زيارة تفقد بالاشتراك مع الشرطة البلدية والحرس الوطني سجلنا 71 مخالفة اقتصادية متنوعة أهمها 16 مخالفة في قطاع الخذر والغيلال سبعة في قطاع الدواجن والبيض 13 مخالفة في قطاع التبغ وستة مخالفات في قطاع المستلزمات المدرسية كما تم الحجز الفعلي لـ 25 ألف علبة التبغ واحد طن من الفارين الرفيعة 788 كراس مدرسي 2.7 طن من الخذر والغيلال مرة أخرى تثبت فرق المراقبة الاقتصادية جهودها وتتصدى للمخالفين والساعين للابتزاز والثراء على حساب القدرة الشرائية المتداورة للمواطن في ولايتين توزر وكبلي يواجه منتجوا التمور إشكالات عديدة خلال الموسم الحالي على رأسها ترويج الصابة وقد عبر عدد منهم عن تخوفهم خاصة من عزوف المصدرين عن شراء صابة التمور مطالبين مؤسسات الدولة بالتدخل العاجل فالربرتاج التالي نصلت الضوء على هذا الإشكال ما زال الأعداد لموسم جني التمور بمناطق الإنتاج بكل من ولايتين توزر وكبلي يوثير تساؤلات في نفوس الفلاحين حيث اجتمع عدد منهم بمدينة توزر لتدارس آخر التطورات وكيفية إيجاد حلول لحل حلة بعض العوائق والإشكاليات خاصة منها عدم إقبال المصدرين على شراء الصابة الجاني ما زالت ممكن عليه عشرة أيام عشرة أيام هذه الصابة متبعتش حتى اللي باعوا معناها باعوا برعوا بصنبخص تم عزوف كبير مصدر الأسأمال في تخذير وشراء المنتوج داقلة النور أو التمور على رأس النخيل الفلاح ملزوز بشي ناحي المنتوج انتعه وبشي سوقه وبشي روجه ليش كليه وين نصوين وين بشي روجه وين بشي باعه والمشكون بشي أعطيه الحل العاجل ماذا بينا إذا كان ما ثمش حتى حتى وعد سهلونا في القروض بشي النجم إحنا يعطونا حتى على كل طرناطة كما نقولوا ثلاثة أربعمائة ألف بشي النجم ناقط عتمرنا يا أخويا عنا بنك الفلاح يضاء ما نسوب علينا إحنا ما نستفدوش منه ماذا بينا يفعلون يا أخويا أخويا يعطونا هنا بشي نجم نجم عصابتي ونجم بيها حتى بالكتب بشي ندقل ذرية تقرأ وهذا هو مثل الفلاحة لكل الحديثة طالباتنا تتمثل أساسا في تنظيم القطاع تنظيم قطاع التمور الذي يعاني من الاحتكار ويعاني من التهميش المطالبة بتدخل مؤسسات الدولة للمساهمة في حل إشكال ترويج التمور بتوفير أسواق في عديد الولايات مع ضمان تسهيلات للفلاح من المطالب الأساسية لمنتجية التمور أحداث سوق إنتاج للتمور كنقطة أولى لأن الفلاح ليس سوق جملة سوق إنتاج عملية الترويج يعمل معارض ومعارض في كامل تراب الجمهورية من المنتج المسهلك كترويج للتمور أحداث ديوان وطني للتمور يبقى واحدا من المطالب الأساسية الذي قد يساهم في حل معضلة قطاع التمور بمناطق الإنتاج نحب تركيز ديوان في ولاية توزر ديوان يحمي الصابع التمور وتخرج من الاحتكار ثلاثمائة وخمسون الفطن هي تقديرات سابة تمور ديجلة النور بولايتي توزر وكبلي لكن يبقى نترويج هذا المنتوج رهن عديد الأطراف المتداخلة تجمع بين المصدر وما تتطلبه السوق العالمي في شأن آخر ما تزال أزمة فقدان بعض الأدوية والنقص المسجل في أخرى في الوحدات الصحية والمستشفيات والصيدليات الخاصة متواصلة وتزداد تعقيدا أدوية أساسية مفقودة تتعلق أساسا بالأمراض المزمنة ما يمثل تهديدا لحياة ألاف الأشخاص أصبحت مشكلة نقص الأدوية وفقدانها في المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية مسألة عادية للمواطن التونسي فكثيرا ما يتخلف المرضى عن أخذ أدويتهم لتصل المدة في أكثر الأوقات إلى أسبوعين وهو ما يمثل تهديدا لحياتهم خاصة وأن هذه الأدوية تتعلق أغلبها بالأمراض المزمنة نشرب فيه نلقيه نهار نشيه بالفلوس هذيك اللي عندي يوم كي نمرض هكا بش ندوي رحي على الجنب ولا حاجة فمش أدوي فمش أدويات ولديك اللي عندي لكن يقول لك فم أدوي نبدو مصباح بش أعطونا حربوشة أنا ولدي بالحساسية دي ما يمرض لي وين نجي ما نلقاهش الحق نشريه لهم الفرماسي دي ما نشري الدوي أنا أدوية وقت نجي بتاع الكوليستيرول للسولين نحوذها مفهمة ساعات صديفات نلقاه أدوية ما هوش موجود نقص كبير لم تنفيه رئيسة الدائرة الصحية بالعمران دليل الحشني التي أفادت في تصريح للأخبار أن النقص لا تتحمله الوحدات الصحية فهي تتولى فقط توزيع الأدوية التي تصلها من الصيدلية المركزية الفترة هذية فهما نقص كبير صحيح والنقص هذية رأينا نحن من الصيدلية المركزية ما عنا فيه حتى دخل والأدوية التي تصير فيها نقص معنيتها متواصل هي الأدوية متاع الأمراض المزمنة دي ما فيها نقص صغير على خطر نحن نطلب كمية معينة اللي لازمة لل للبوفيلاسيون معنيتها متاع المستوصف متاعنا ولكن دي ما نيخذ الأدوية أقل من اللي نطلبه نحن أزمة في نقص الأدوية تعانيها أيضا الصيدلية الخاصة حيث يؤكد رئيس جمعية الصياد لناظم الشيكري أن عدد الأدوية المفقودة يتطور كل سنة ليصل إلى حدود 500 دواء خلال هذه السنة الأدوية المفقودة تمس الأمراض كل ونحن نتوقع نلاحظ مثلا اللانسولين اللي هي دوية حياتي اللي يزرقوا كل يوم مفقودة اللانسولين أكترابيد مايش موجودة اللانسولين سولاتار عن صعوبة كبيرة بش نزودوا بها فمثلا تعدموا لابروفيل وكورتيف كورتيني فمبرسة أدوية اللي عن صعوبة ما نلقاش حتى كيف نبدله سوء الحوكمة ومنظومة التغطية الصحية التي أصبحت غير قادرة على تلبية حاجيات المواطنين إلى جانب الصعوبات المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية نتيجة ديونها المتخلدة بذمة صندوق التأمين على المرض والمستشفيات العمومية كلها أسباب ساهمت في فقدان أدوية كثيرة وفق رئيس جمعية الصيادلة أحنا من منظرنا الألف وثلاثمائة مليار أدوية أكثر اللي تصبوا كل عام في الصحة العمومية إذا تم غلق الصيدلية الخارجية في المستشفيات إلغاء الدعم في الصيدلية المركزية وكيف كيف غلق الصيدلية الخارجية اللي توفر الأدوية الخصوصية في المساحة حتى الضماني الاجتماعي ونعوذها اللي الفلوس هذه كمع الاقتطاعات اللي تم الشهريات بتاع المواطنين اللي المواطن يخذ دواه مجاناً من الصيدليات الكل اللي موجودين في الجمهورية الكل مشهد تكرر نقص الأدوية أصبح مشكلة تهدد حياة آلاف الأشخاص يتطلب حسب المختصين إعادة هيكلة قطاع الصحة والأدوية للخروج من هذه الأزمة التي لا يتحمل مسؤوليتها المواطن ولكنه المتضرر الرئيسي منها نقص وفقدان بعض أنواع الأدوية موضوع نناقشه مع ضيف الأخبار الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية بشير اليارماني سيد يارماني مرحباً بك وشكراً جزيلاً على تلبية الدعوة إذن ما هي وضعية مخزون الأدوية حالياً في تونس؟ في الروبرتاج تحدثنا تقريباً عن فقدان ونقص في 500 نوع ولماذا لم يتم تلافي هذا النقص رغم أن السلطات الإشراف وعدت منذ شهرين تقريباً بحل هذا الإشكال وحتى أحدثت لجنة سلب وزارة الصحة لمتابعة هذا الموضوع شكراً للاستضافة الموضوع مهم يحظى باهتدامات المواطن التونسي بصفة مستمرة الموضوع الأدوية بصفة عامة هو في علاقة بالوضع العام لأنه اليوم وضعية الأدوية والتوفرها في تونس مرتبط بوضع الجيحة متع الكوفيد بصفة عام لأنه يجب أن نزل الوضع اليوم في تونس في إطاره ووضعية توفير الأدوية وشراءها وبدل الخارطة العامة متع توفير الأدوية وحتى فيه أنك غدوة تجيب أدوية من الخارج المعطيات تتغيرت فما مواد أولية اليوم معناها توفرها أصبح فيها بعض الصعوبات كيف كيف تم أدوية اليوم وبعض دول في الأدوية هي أعطات الأولوية البلدانها في توفير الأدوية اللي يلزم بالنسبة للوضع متع الكوفيد كما تراه فما استهلاك متضعف وهذا يصار حتى في تونس في الجيحة هذه وحتى في المدة الأخرى فما استهلاك بعض الأدوية وصل حتى الـ 200% في الاستهلاك متاعه المجهود في توفير الأدوية توقف على عدة شروط اللي هي مربوطة بالبرمجة المسبقة والسرعة في الانجاز فما مجهود جماعي يصير لكن في الواقع اللي مضطرب والاضطرابات اللي موجودة في السوق العالمية تخلي بعض الأحيان توفر بعض الأدوية غير ممكن وتوفر المواد الأولية اللي هما بشيء ديول صنع الأدوية على مستوى بلادنا هذا هو يكون مهوش موجود رغم ذلك فما مجهود يومي داخل الصيدلية المركزية ومعا وزارة الصحة وحتى فما لجنة في تعمل على توفير المتبعة وضعية الأدوية وكيف كيف ثم مرصد يجمع الصيادلة ويجمع الصيدلية المركزية ويجمع وزارة الصحة ويجمع مختلف المتداخلين يتابع الأدوية اللي فيها نقص ويصير فيها مجهود لتوفيرها بصيفة مستمر نعم المخزون حاليا كيف هو ما هو هل هناك نقص 500 نوع تقريبا كيف سيتم تلافي هذا النقص شوف معناها حبيت أن نتكمل التحليل لأنه الوضع العام في علاقة بالجايحة يخلي بعض الأحيان توفر الأدوية ما يصيرش بالكميات المطلوبة وبالسهولة الكافية لدرجة أنه كل أدوية تتوفر في السوق ولا تتوفر على مستوى الصيدلية المركزية إلا ويصير عليها طلب استثنائي وطلب أكثر من العادة يخلي عادة حتى في عقلية الناس الإحساس بعدم توفر الدواء اللي كان مش يمشي ياخذ باك وياخذ ثنين ولا ياخذ ثلاثة كيف كيف يخلي ديما هكي العقلية متاع عدم توفر الدواء يعمل للإشكالية حتى على مستوى الصيدلية المركزية توفر الأدوية من حين لآخر بكميات معناها مهيش كبيرة يخلي التوزيع ديما يصير بطريقة أنك تقرأ توزع للناس كل بمستويات متوازنة طيب سيد يرماني حسب تصريحات المواطنين في الروبرتاج أغلب النقص مسجل في الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة وهناك حتى أدوية لا يمكن تعويضها بأدوية أخرى ما يعرف حياة بعض المواطنين للخطر كيف تتعاملون مع هذا المعطى وكيف تتصرفون مع هذه الحالات بالتدقيق أولا ساعة ثم حاجة مهمة يزمن التوظيح المتاح كنت حدثوا على 500 دواء اليوم في تونس والأمراض مزمنة اليوم نتحدثوا على قطاع الأدوية بصفة عامة يعني قطاع الأدوية في الصيدلية المركزية وفي أطراف أخرى فيه المصنعين بالأساس لأن الصيدلية المركزية مسؤولة على استيراد الأدوية ومسؤولة على توفير الأدوية للمستشفيات والمؤسسات العمومية ثم جانب من الأدوية يتوفر بصفة مباشرة من المصنعين إلى الصيدليات الخاص هذا يجب أن يكون هناك متابعة وتقييم في 500 دواء هنا هو الدواء الموجود في الجانب هذا في جانب مسؤولية الصيدلية المركزية ستوك اللي معناها كبير لكن يكفي شهر شهرين لا يتحسن هو ثم أدوية فيه حتى ثلاثة شهر ثم أدوية فيه حتى ستة شهر لأن الأدوية اللي فيها إشكاليات معناها ثم منشور في وزارة الصحة من سنة 2008 الأدوية اللي فيها مخزون أقل من ثلاثة شهر تعتبر في نقص نعم اليوم بحكم الوضع ساعت فما أدوية فيها شهر ساعت فما أدوية فيها شهرين فاعت فما أدوية فيها 15 يوم وحتى الأدوية اللي ما تتوفرش يصير مجهود يا أما توفير الدواء المعاوض أو الساعة في أقرب وقت للتوفير متاح باش الناس يفهموا أنه معناها بصفة عامة مخزون على مستوى الصيدليين المركزية في الأدوية بصفة عامة دون تحديد ودون أنه نقرأه النقص الموجود في بعض الأدوية المبلغ يفوت 400 مليون دينار رغم الظروف رغم الصعوبات اللي نعرفوها الكل المخزون موجود في بعض الأدوية وكيما هو ضعيف في أدوية أخرى للظروف اللي كنت مفسر لك فيها نعم تحدثت عن أسباب خارجية فسرت بأسباب خارجية لنقص الأدوية التهريب أيضا وفق الكثيرين يعد من أبرز الأسباب التي جعلت نقص في أدوية حيوية للمواطنين كيف يمكن التصدي لمحاولات ربما التلاعب بهذا المخزون الاستراتيجي وهناك حتى مطالب سيد يرماني بضرورة تكثيف يعني مراقبة مسالك التوزيع وحتى مراقبة الأدوية في المستشفيات والمؤسسات الصحية هو شكرا على إثارتك للموضوع لأنه موضوع مهم ويأثر على التوفر حتى الدوافي في تونس فما حاجة المواطنين يجبهم يعرفوها للصيدلية المركزية تقدم هي مهمتها أن تستورد الدواء معناها مهمة صيدلية المركزية الأولى أن تستورد الدواء من الخارج وفي الدول اللي يقع استيراده الدولة التونسية عندها اختيار في أنها الدعم الأدوية للمواطن التونسي الدعم للمواطن التونسي بين 2019 اللي هو في 250 مليون دينار 2020 اللي هو 200 مليون دينار ويمس الأدوية الأساسية كما الأدوية متع مرض السكري واللي هو فيه أدوية معناها بهذه الثمن واللي هي توفر المواطن هذوما هالأدوية اللي هما أسعارهم أقل من أدوية أخرى تونس كدولة عندها أدوية أقل ثمن من اللي موجود في بلدين أخرين وذلك عليش ساعات يتشجع أنه يشجعوا ناس بشي هربوا الأدوية هذية على في على تونس وهذا معناها مسألة خطيرة معناها يزمي نتصدولها فما مجهود يصير وفما مجهود حتى وطني على مستوى مختلف المتداخلين في أنه المواد هذية تبقى في تونس لكن ثم عمل متع كل المتداخلين كل الأطراف في الدولة التونسية في أنه نوقفه النزيف لأنه في كل حالات يمس أدوية حساسة ويمس توازن المواطنين وفي نفس الوقت يمس توازن مؤسسات اللي الدولة عم تختيار بشدوا هذك يبقى للتونسة ما يكونش خرش بلدين أخرين سيد يرماني كذلك مديونية الصيدلية المركزية موضوع مهم جدا ويؤثر على توفر الأدوية هل من حلول للتقليص من هذه المديونية؟ شكرا بالنسبة للمديونية بتعصيدة الليلة المركزية هي مديونية مهيش جديدة مديونية بدأت تقريبا من 2015 معناه الأمر عنده سنوات في السنة الأخيرة منذ سنة 2015 صاروا مجهودات من عدة أطراف سيواء على مستوى رئاس الحكومة على مستوى المختلف المتداخلين في أنه الديون هذه تنقص لكن اليوم الحل الجذري معناه في تسوية الوضعية مربوط بوضعية المالية العمومية رغم أنه حتى في الوقت الحاضر ثم مجهود داخل وزارة الصحة وعلى مستوى وزارة المالية وعلى مستوى أعلى مستوى في أنه نلقاوا الحلول لتدعيم إمكانيات الصيدلية المركزية بيش تواصل تقوم بدورها وتوفر الأدوية وفي نفس الوقت سنة الفارة وقع استقرار تقريباً معه في خلاص المزاودين رغم أنه ثم دين اللي هو نحاول ونستوعبوه تدريجين لكن لازموا إمكانيات إضافية نعمله في اجتماعات متابعة مع السيد وزير الصحة حتى نار جمعة أسبوعين لتالي حتى مع المخابر الأجنبية صارت جلسة لتطمن طمأنة على مستوى أنه التمويل والتدعيم وأنه فما مجهود في إيجاد حلول في مع المخابر الأجنبية لأنه اليوم في الوضع العالمي كنت نحكي لك عليه ثم مراجعات حتى على أجل خلاص حتى على أجل التنفيذ فما طمأنة نحاول نعمل مجهود بيش الإمكانيات المالية تتوفر والتي تزيد تحسن وضعية الصيدرية المركزية وتحسن وضعية تزيد المخزون في أدوية التي يلزمها تتوفر نختم بإيجاز سيد يرماني لو تسمح نستغل وجودك للحديث عن مخزون التلقيح هل من معطيات محينة عن المخزون المتوفر حاليا وهناك معطى يعني هذا المخزون له مدة صلوحية محددة كيف تتعاملون حتى لا يتم التفريط في أي جرعة وهي تبقى مهمة لإنقاذ ربما حياة شخص شوف بالنسبة للمخزون متع التلقيح إلى حد اليوم مخزوننا في التلقيح هو مرتبط بالهبات اللي جاءت لتونس وفي نفس الوقت هو مرتبط بالمخزون اللي متعلق بتنفيذ العقود اللي عملتهم تونس مع مزيودين أجانب ثم معنى تلقيح اللي مدة صلوحية متاحهم بعيدة وما تخلقش إشكال وعنا شوية وقت باش ننجموا ننفذهم وثم تلقيح حجاتنا للبعض منها موجود في أجال واللي هما تجاوزناهم وما صارش فيهم معناها حتى إتلاف كبير معناها هذه حاجة ضغط الوقت معروف أنه يضغط عليه ثم حاجات كانت في وقت من الأوقات قريبة برشة حتى لخرقوت والحمد لله معناها تجاوزناها بأقل ما يمكن من الخسائر ونحاول وهذاك عليش حتى في اختيارات وزارة الصحة حتى وانا كنت أنا اليوم مش نتكلم في مكان غيري أما اختيارات وزارة الصحة فما أخذ بعين الاعتبار لاستهلاك التلقيح اللي هي أقرب في الأجال الصلوحية نعم الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية بشير اليارماني شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات شكرا في شأن آخر نتحدث الآن عن المسابح التي كانت بالأمس غير البعيد وجهة الأطفال والشباب ومتنفسا لهم في عدد من الأحياء والمدن وهي الفضاءات التي تم فيها اكتشاف الكثير من المواهب في مجال السباحة عينة لبعض المسابح البلدية في تونس ورصد لوضعيتها في هذا التحقيق حتى الموتورات ما عادش فما حتى الموتور ما عادش شوف الفيسين فسطة سازرها مرحبا بكم في المسبح البلدي في تبربا من ولاية من نبا مسبح أو منبط للأشجار أو مصب للفضلات أو وكر للمنحرفين سميه ما شئت لكن هذا الفضاء الذي كان يوما من الأيام حارنا للعائلات ومتنفسا للشباب والأطفال على حد السواء فقد اليوم كل مؤهلته وتلحف القوارير من كل الأصناف والأحجام وحتى مذخات المياه أكلها الصداء وتفتت الحديد بعامل الزمن وقلة الصيانة والأهمال والسرقة كل هذا ولا حسيبة ولا رقيبة ولا حارس لأموال صرفت هبئا صرفت عليهم لين كان معناها بالحق معناها الناس الكل تهرب للبيسين معناها باش تتفرهد الصغيرات كانوا يجيوا عوموا لهنا برشة ناس وبرشة معاطلين أعربوا على نيتهم معناها أن تحسين المشروع هذا ويرجع يخدموا ويمكن أحسن قل لك أقوي هوا مش نسلحوا لا نسلحوا لا نعملوا حتى شي ما نسلحوا حتى شي فيه البيب محلوك دخلت ولا ليه ما تدخل وقت الحب وتخرج وقت الحب ما فهميش حتى حراسة عليه ما فهميش ما أنت أصبح واكر المنحر فيه لهنا 2011 إلى حين هذا نفس معناها تم اتلاف جميع المعدات وتم سرقة حتى التجهيزات اللي كانت موجودة فيه في 2016 تم معناها اعتماد الترصيد اعتمادات مليار وثمانمئة قمنا بالإجراءات الليلانية هو يعني تكليف مهندس مع ميري لأعداد هذا المشروع قامت التجهيز فمتي بطلب العروض ثلاثة مرات فمتي مرطين ما جاء حتى عرض فمتي المرة الثالثة جاء عرض بركة ونقص من ناحية الفنية فقع حاليا توا بش يعملوا الطلب الرابع شوف كنكملوا الدراسيات فيفري احنا اللابيل يعني اللابيل دوفر طلب العروض وإسناد السفقة تقليل بستة أشهر مدة الإنجاز يعني حسب اللي دارجي هو التجهيز نشر شهر دونك يعني إمكانية أن يكون ما حاضر في الفين وثلاثة وعشرين وارد جدا حال مسبحة بوربا لا يختلف كثيرا عن حال المسابح البلدية الأخرى مسبح البلبيدارة معلم تاريخي تم تشهيده سنة الف وتسعمائة وثلاثين يعاني الإعمال ومقفل حتى إشعار أخر سيانة وتعهد بالمسابح البلدية طال انتظارها بالرسبة للمسبح البلبيدار نحن توقعين لوجه فيه شريك وممول للمشروع وصيدة رئيسة البلدية اخذت القرار عنه النقص من المكونات للمشروع ورجوهم بنيت الضغط على التكلفة حتى يرجع للمسبح البلدي للنشاط امتعهم قبل انتهاء الفترة النهابية الحالي بالرسبة للجرجين تم غلق في مناسبة انتشار جائحة كورونا في مارس 2020 بالمناسبة هذه البلدية استغلت الفرصة باش تقوم بالاجراءات المتعلقة بسنية الصفقة نعم في جوان 2022 يكون جاهز لقبول الاستغلال هذا يؤكد احمد ياسين محجوب مدير المباني البلدية ببلدية تونس ان طبيعة التدخل لسيانة المسبح البلدارة يرعي ضرورة الطابع المعماري والمالي وموقع المسبح الذي يشهد حركة مرورية مكثفة الوضع لا يبدو احسن حالا كذلك في العديد من المساحات الخضراء والمسارك الصحية التي تشهد بدورها تدهورا كبيرا في وضعياتها البيئية بسبب الاهمال وعدم الصيانة من قبل البلديات البلديات التي تشتكي بدورها من نقص كبير في ميزانياتها للقيام بهذا الدور كاميرا الأخبار زارت بعض هذه المساحات ورصدت الآراء حول وضعيتها الحدائق والمساحات الخضراء والمنتزهات والمسالك الصحية أماكن يقصدها الزوار للترفيه والاستمتاع أصبحت اليوم بسبب الاهمال والتدهور وضعيتها البيئية نقاطا سوداء ولم تعد تنال رضا مرتاجها ممن لا خيار لهم سواها وضعية الكراسي وضعية الحديقة بصفاء ما سيئ خطر فيها برشا نقاط هي حديقة الصغار فهمت ماذا بينا ديما نظيفة ديما منورة فهمت الصغير يتمنى بشي شوف فيه ما فهمش فيه اللي هنا فهمت يشوفه كم بالتلبس والدي دي جاي نحسوا يقلق هناك يجي ما حسوش تفره دي هيا جاي في وسط البلاد معناها الناس الكل المتنافس الوحيد متاحهم لا معناها بشي جيبوا صغار بشي حاوسوا ويقضوا بالفيدير دونك كان زيد تمشي بالفيدير ما نعرش بشي نولو نهزوا صغارنا شيح تكتشوف كل شيح سيجر لا ثم لا يزقوا فيهم لا حتى شي ثميش لمية لهم حتى شي مر ثم يقص برشا معناها لهوة البركورو اللي بوبال دي ما معبي ما فميش معناها لهوة جملة رئيس الجامعة الوطنية للبلدية التونسية أكد أن تقلص موارد البلديات في السنوات الخمس الفارطة هو السبب الرئيسي في تدهور وضعية هذه المساحات ونفس الاعتمادات ونفس الميزانية اللي كانت تتوزع على 264 بلدية اليوم مولت تتقسم على 350 بلدية وخاصة أنه في سنة 2020 ميزانية 2021 شايف التراجع كبير ياسر كانت نسبة من ميزانية البلدية من ميزانية دولة 4% أصبحت 2.75% مع جائحة الكورونا وما أثرت عليه من قلة المدخيل للبلديات تعطيل الإداري والمشاكل الإدارية ترهق العمل البلدي اليوم كنشوف الاستخلاصات متع الجباية اللي مكلفة بها وزارة المالية نشوف الاستخلاصات ما قاعدة تم بيتم معنى الكلمة هذه العوائق وغيرها حالت دون الاعتناء بالمساحات الخضراء رغم ما جاء به الدستور من تأكيد على دعم مسار المركزية ما يتطلب حسب رئيس الجامعة الوطنية للبلدية التونسية تفعيل عدة حلول لتحسين الوضعية الحل أن نطور الجباية المحلية الحل أن نقدم على دعم الميزانيات البلدية نعرفه اليوم عنا الحق في التيفياء يجب أن نقدمها عنا الحق بالنسبة من الفينيات عنا اليوم لتحسين المدخيل متع البلديات نعرفه في البلدان المجاورة في الجزيرة 12% من ميزانية الدولة للبلديات في مصر 16% من ميزانية الدولة لكن نشوفه نحن تونس البلدية 2.75% من ميزانية الدولة أنت تفهم كل شيء المحافظة على محيط سليم ونظيف وسحي يتطلب مزيداً من العناية والصيانة من قبل البلديات وأيضاً كثيراً من الحس البيئي من طرف المواطنين باعتبارها المتنفس الوحيدة لهم وسط المناطق الحضرية ضمن مستجدات الوضع الوبائي أهلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأحد تسجيل 17 وفاة جديدة بكوفيد 19 بتاريخ السبع عشر من سبتمبر الجاري فيما يخضع 89 مصاباً بفيروس كورونا في القطاعين العام والخاص يخضعون للتنفس الاصطناعي ويقيم نحو 385 مريضاً بأقسام الإنعاش والعناية المركزة ويعد الإقبال أكثر على حملات التلقيح الوطنية من أهم الحلول للحد من مزيد انتشار الوباء وإن بدأ الإقبال أمس على مراكز التلقيح بالنسبة للإطارات التربوية ضعيفاً إجمالاً تقدر مختلف الإدارات الصحية الجهوية تقريباً أن نسبة الإقبال على التلقيح خلال عمليات التلقيح المفتوحة التي أمنتها الفرق الصحية أمس بمختلف ولايات الجمهورية لفائدة الأعوان والإطارات التربوية بمختلف أسلاكها كانت ضعيفة ويمكن القول أنها دون انتظارات السلطات الصحية التي عملت على توفير كل أسباب نجاح هذه الحملة سيما من حيث عدد المراكز التي خصصت للغرض والتي عدت بـ 255 مركزاً معززة بالإطارات التبية وشبهة طبية ورغم حملات التحسيس وعمليات التنظيم التي رافقت هذه الحملة فبأعداد متفاوتة من مركز إلى آخر سجلت عدة ولايات نسقاً ضعيفاً للأقبال على هذه المراكز للتطعيم بالجرعة الأولى أو استكمال الجرعة الثانية من بينها مثلاً ولاية المنستير التي لم يتجاوز فيها عدد الملاقحين 164 جخصاً بينها مراكز لم تسجل أي عملية تلقيح لإطارات تربوية كذلك الشأن بالنسبة إلى ولاية التطوين حيث لم يتقدم سوى 40 مربياً للتلقيح ذد فيروس كورونا في اليوم الوطني لاستكمال الإطار التربوي للتلقيح وهو ما دفع المدير الجهوية للصحة إلى التعبير عن أسفه لهكذا إقبال دون المأمول أعوانوا الصحة ومتطوعون من الإطارات التبية وشبهة طبية وممثلون عن المجتمع المدني تجندوا لإنجاح هذه الحملة الوطنية بالمراكز من الساعة الواحدة بعد الزوار إلى الخامسة مساء لتأمين سنة دراسية في أحسن الظروف وتوفير الوقاية اللازمة للإصابة بفيروس كورونا داخل المؤسسات التربوية مع ذلك تخلف عدد كبير من المربيين والأسباب تعددت في بليش أصدر يكون فيما يوم مفتوح لنا يعني نورمال ما يكون فيما تنسيق وتكون من قبل لك سبتمبر هذا نورمال ما يكون في شهر قوت أنا كإطاع تربوي سمعت بي بسيف ما فماشي حملة أعلى مية كبيرة اللي توصل لسيدة القول أنا واحد من الناس جيت لهنا وسألت خذت المعلومة من مفتوح التلقيح أنا بينا فيه نهار آخر ولا يبقى جمعتها في أيام أخرى حتى من نصف يوم خاصة يعني ونهار سبت أقبال ضعيف على التلقيح في وضع وبائي وإن سجل تحسنا فإنه يبقى حذرا مع التصريح بسبع عشرة وفاة جديدة بالكوفيد بتاريخ السابع عشر من سبتمبر الجاري وفق آخر تحيين لوزارة الصحة إضافة إلى نسبة تحليل إيجابية يومية لتقصي الوباء بين عشر وخمسة عشر بالمئة من مجموعة التحليل التي تجرى ضمن تدخلات خدمات المساعدة الطبية والاستعجالية وفق نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي بوزارة الصحة سعيد زلفاني لتؤكد أن تراجع نسبة التحليل الإيجابية اليومية لا يعني تجاوز مرحلة الخطر طلب مدير عام منظمة الصحة العالمية تدروس جيبريسوس جميع الدول للتوقف عن إعطاء الجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا إلا للأشخاص أصحاب المناع المنخفضة معربا عن أسفه الشديد لمحدودية التضامن العالمي إزاء هذه الجائحة والذي تجلى خاصة من خلال التوزيع غير العادل لللقاحات وفق وصفه إلى يومنا هذا أصابت جائحة كورونا وفق أحدث البيانات أكثر من 228 مليون عبر العالم وأودت بحياتي ما يزيد عن 4 ملايين و 680 ألف شخص فيما اقترب عدد جرعات اللقاحات التي أعطيت من 5.9 مليار جرعة توزيع الجرعات لم يتم بالشكل العادل بكامل أنحاء المعمورة بإقرار من المجموعة الدولية إذ أن النصيب الأوفر من التطعيم تحتكره الدول المتقدمة ففيما قدمت بعض الدول لمواطنيها الجرعة الثالثة من التلقيح وأمنت الحدود الدنيا والقصوى لمجابهة أزمنة كورونا يقف مواطنون آخرون في الجانب الآخر من الأرض بالقارة الإفريقية بانتظار تلقي الجرعة الأولى واقع كشف لمساوات ومحدودية التضامن العالمي إذا أجائحة عدت من أكثر التحديات صعوبة على المستوى الدولي منذ الحرب الثانية في ظل هذه الوضعية نشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسوس جميع الدول وقف إعطاء الجرعة الثالثة المعزيزة ضد مرض فيروس كوفيد-19 إلا للأشخاص أصحاب المناعة المنخفضة معربا عن أسفه من أن التضامن العالمي لم يكن كما كان متوقعا سيما بشأن اللقاحات المضادة للفيروس وطلب جبريسوس جميع الدول بالتعاون من أجل مكفاحة هذا الوباء خاصة فيما يتعلق بالتوزيع العادل للقاحات مؤكدا أنه لا يمكن مكفاحة الفيروس من خلال تطعيم مواطني دولة ما دون غيرها مشيرا إلى أن نسبة التطعيم في إفريقيا لا تتعدى 2% وعلى أمل أن يلقى نداء جبريسوس صدن تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية شراء 500 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا لتسليمها إلى الدول الفقيرة التي تحتاج إليها عبر آلية كوفاكس الدولية ويتوقع الإعلان عن ذلك عشية قمة مكفاحة كورونا المقرر إجراؤها في 22 سبتمبر الجاري بمبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن على همش دورة السنوية الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة اتصل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم بنظيره الجزائري عبد المجيد تابون لتقديم واجب العزاة في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وبلغ سعيد تعازيه لعائلة المرحوم ولكافة الشعب الجزائري مبتهلا إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية وقد تم اليوم تشيع جثمان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى مثواه الأخير حيث ووريا فرى في مربع الشهداء بمقبرة العالية المخصصة لأبطال حرب الاستقلال وري الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثرى بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالعاصمة الجزائر بحضور خلفه عبد المجيد تابون وكبار مسؤولي الدولة وممثلي سلك دبلوماسي وعائلة الرحل كما سمح لشقيقه السعيد بوتفليقة المسجون بسبب تهم فسادا بحضور مراسم الدفن وقد قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري العيد إربيقة إن الجزائر تودع مجاهدا سيظل التاريخ شاهدا على إسهاماته إلى جانب الذين كتبوا أسماءهم بأحرف بارز أيام الكفاح المسلح وكان التعامل مع خبر وفاة الراحل بوتفليقة قد وصف بالمحتشم مقارنة بالرئيسين السابقين لذين وفاتهم المانية أحمد بن بلا والشدل بن جديد غير أن متابعين للشأن الجزائري نفوا ذلك بعد أعلان الرئاسة الجزائرية تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام تكريما لروح الفقيد الذي وفته المانية أمس بمنطقة زيرلدا حيث كان يقيم وكان الرئيس الراحل الأطول حكما للجزائر قبل تنحيته منذ عامين تحت ضغط الشارع الذي أجبره على الاستقالة اعتراضا على سعيه للترشح لولاية رئاسية خامسة وقد انقسم المحللون في تقييم فترة حكمه فمنهم من يرى أنه رسم تاريخ البلاد منذ الاستقلال وأن اسمه سيبقى محفورا في الذاكرة الوطنية الجزائرية وشق آخر يعتبر أن عقدين من حكمه فقدت خلالهما مؤسسات الدولة مزدقيتها في الأراضي المحتلة اقتحم اليوم نحو ثمانية وأربعين مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة المحتل الإسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وقد تمكنت قوات الاحتلال فجر اليوم من اعتقال آخر الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع بعد أن حصرتهما في مدينة جينينة وقد نددت الخارجية الفلسطينية بهذه الانتهاكات وحذرت المجتمع الدولي من الاستهانة بها اقتحم اليوم حوالي ثمانية وأربعين مستوطنا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية في باحاته إلى أن غادروها ويذكروا أن المستوطنين كثفوا من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال الآيام الأخيرة فيما ضيقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين المقدسيين وأغلقت عدة طرق في مدينة القدس بذريعة الأعياد اليهودية وفي سجون الاحتلال الإسرائيلي وصلوا ستة أسرى فلسطينيين إذ رابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم من الإداري وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحرارين بأن الأسرى يعانون أوضعاً صحية صعبة جراء نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم وفي الساعات الأولى من صباح اليوم اعتقلت قوات الاحتلال الأسرائي أيهم نايف كممجي ومناظر يعقوب بعد أن حاصرته ما في منزل بالحي الشرقي من مدينة جنين وسط مواجهة عنيفة اندلعت في المكان وكانت محكمة الكيان الصهيوني قد مددت اليوم فترة اعتقال الأسيرين الفلسطينيين زكريا زبيدي ويعقوب قدري لعشرة أيام أخرى بدعوة استكمال التحقيق معهما فيما تنظر ذات المحكمة في تمديد اعتقال الأسيرين محمد ومحمود العارضة دون حضور الأسرى الأربع الذين انتزعوا حريتهم من ستل جلبوع في السادس من الشهر الجارية فيما يعرف بعملية نفق الحرية قبل إعادة اعتقالهم انتهاكات حذرت منها الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ونددت من مغبة تعامل مع تلك الانتهاكات والجرائم كأمور باتت مألوفة مؤكدة أن دولة الاحتلال تشن حربا لا هوادة فيها لتصفية الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة وإزاحات القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات العالمية قال وزير الدفاع الاسترالي اليوم إن بلده كانت صريحة ومنفتحة وصادقة مع فرنسا بشأن مخاوفها من صفقة لشراء غواصات فرنسية وذلك في الوقت الذي ما زالت فيه صفقة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا تثير أزمة دبلوماسية متعددة الجنسية وكانت أستراليا تخلت عن اتفاق ستة عشر وألفين مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية وأعلنت يوم الخميس عن خطة لبناء ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية وأثارت هذه الخطوة غضب فرنسا ودفعتها لاستدعاء سفيريها لدى واشنطن وكامبيرا كما أثارت حفيظة الصين إلى أخبار الرياضة توج المنتخب التونسي للكرة الحديدية بميدالية ذهبية وأخرى برونزية في بطولة العالم للشباب للكرة الحديدية المقيدة التي أقيمت منافساتها بمارتينغ الفرنسية وتحققت الميدالية الذهبية بواسطة ريان حمدي لعبوا النسر الرياضي ببعوان في اختصاص الرمي بالدقة في حين فاز حمزة الخياري لعب نادي الكرة الذهبية بالزهرة بالميدالية البرونزية في صنف الفردي لأقل من ثلاثة وعشرين عاما وفي بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة سيدات المقامة بالكاميرون انهزم المنتخب الوطني ضد منتخب الكوديفوار بنتيجة 49 نقطة مقابل 69 وكانت فتيات المنتخب الوطني لكرة السلة انهزمنا في المقابلة الأولى ضد دامالي حقق أجاكسا مستردام فوزا تاريخيا على ضيفه كامبور بتسعة أهداف دون رد في مباراة أقيمت بينهما ضمن الأسبوع الخامس من بطولة هولندا لكرة القدم وتناوب على تسجيل أهداف أجاكسا مستردام دافيد ناريس في مناسبتين ما وادوشان ومحمد دارامي وبفوزه على كامبور رفع أجاكسا مستردام رصيده في المركز الأول في الترتيب العام إلى 13 نقطة بفارق نقطة عن أيندهوفن المنهزم ضد فينورد وفي البطولة الأمريكية المحترفة لكرة القدم فاز ريال سالتلايك على سياتول ساوندرز بهدف دون رد في لقاء جمعهما ضمن منافسات المجموعة الغربية وسجل دامير كريلاش هدف المقابلة الوحيد حقق العداء الأمريكي تيفون بروميل أفضل توقيت خلال العام الحالي في سبق المائة متر عندما قطع المسافة في تسع ثواني وستة وسبعين جزءا بالمئة خلال ملتقى ميروبي الكينية لألعاب القوى وسبق تيفون الكيني أومانيالا ومواطنه جيستون جاتلين ختم النشر وهذا تذكير بعناوينها أمام تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية تصاعد شكاوى المستهلك من تدهور مقدورته الشرائية ودعوات لتعديل السوق وتكثيف المراقبة الصيدليات الخاصة والوحدات الصحية العمومية تسجل فقدان أكثر من خمسمائة نوع دوائي وتوضيحات في النشر من مدير عام الصيدلي المركزية نقص الصيانة وتقدم التجهيزات في المنشآت الترفيهية يثير تذمر المواطن ومطالبة بالتدخل العاجل للتهيئة والإصلاح وبإمكانكم متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفز التونسية شكرا على المتابعة سهرة طيبة